ايمان القدسي تاجيرة بسيطة بدأت نشاط تجارتها عبر الانترنت واتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي منطلقا للترويج لبضاعتها وكسب ثقة زبائنها لتصبحت تجارة الالكترونية بالنسبة لها أولى خطواتها لتحقيق حلمها الكبير الذي لطالما أحلمت به الشغل في تجارة أونلاين مبدئيا بدأت بالتجارة أونلاين وبحيث أنني كنت مستقرة في صنعة بدأت نزل بضاعات وعرض حاجات يعني الأسعار بحيث أن الأسعار بصنعة أقل من أسعار تعز في 2016-2017 كنت نزل لصديقاتي زميلاتي وقيراني حبة حبة بدأت تجمع لي زبائن داخل تعز بعدين بدأت العملة تفريق ما بين صنعة وتعز وبسبب فرق العملات داخل صنعة وتعز وقفت التجارة ونزلت من داخل صنعة حاولت أن يبحث عن شغل داخل تعز في البداية عملت إيمان على فتح محل خاص بها لبيع الملابس النسائية لكنها سرعان ما أغلقته تفاديا للخسارة التي قد تحدث لها جراء تحمل أعباء الإيجارات وغيره من الالتزامات الأخرى لتجد في التجارة الإلكترونية ضالتها المنشودة وحلمها المنقاد بعد غلق المحل التبعي وعرضي للبضاعة في أونلاين خلص ظلت أنني أتعامل مع الزبائن بشكل طبيعي وزبائني معروفات وكل ما بين فترة وفترة يزداد الزبائني بحيث أن الأسعار مثل ما كلمتك أنه تتناسب أزيد من المحلات لأنه الربح بسيط جدا فخلص ظلت أنني أخذ البضاعة وأتعامل مع التجار وأنزل بضاعتي أفرزها أنزلي لنيومارت أحطه عند أي محل من المحلات هناك بحيث أنني قد أشتغلت داخل نيومارت ومعروفه عند الكل أي محل من المحلات ممكن أنه يطرح بضاعتي عنده ويجذبوني أخذ القطع حقه ازدهار التجارة الإلكترونية في اليمن عموما وفي تعزي خصوصا شكل فرص عمل عديدة لكثير من النساء التي يمتلكن رأس مال صغير حيث تمكن من كسر احتكار السوق للمنتجات والمستلزمات التي كانت تباع بأسعار خيالية وقمنا بتوفيرها وبيعها بأسعار مناسبة وبجودة عالية الأمر الذي ساهم في انتشارها واكتساحها في تعز الشيء اللي خلاني أشتغل بمجال التجارة الإلكترونية خاصة إنه طول الوقت يعني وفضاوتي داخل البيت إنه ما في شيء أستفيد منه غير إنني أجلس يعني أتعامل مع الزبائن أعرض لهم أرد على أسئلتهم أحاول إنني أتفاهم معهم ووصل لهم كل شيء مفيد يعني لهم بحب وهذا اللي خلاني أظل بالتجارة الإلكترونية وبشغله بالتجارة أكثر من أي شيء كما أسهمت التجارة الإلكترونية في توفير الوقت والجهد لكثير من الأهالي حيث تختار الملابس المناسبة عبر الإنترنت دون الحاجة للخروج من المنزل للتسوق فكل شيء أصبح متاحا عبر مجموعات خاصة بضغطة زر ودون عناء ومشقة من خلال التسوق الإلكتروني وفرت الكثير من القهد والوقت كان للوقت الكافي أني أهتم ببيتي وأهلي وأسرتي وكما وفرت الكثير من الفلوس لأن الأسعار مناسبة فيه وكمان المنتقات مرة حلوة ظهور التجارة الإلكترونية وازدهارها في الآوينة الأخيرة مؤشر ينبئ بتعافي طفيف في السوق المحلية في ظل الحرب والحصار كما أن ردأت خدمة الإنترنت تشكل عائقا يعيق اللحاق بالسوق الإلكترونية وتطورها المستمر والمتسارع زبيد الوجيء لبرنامج أضواء سهيل تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر